بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة بعنوان الأفعال الخمسة ما هي الأفعال الخمسة؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما هي طريقة الإعراب الفرعية التي تتميز بها هذه الأفعال؟ تعريفها الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هي حالة خاصة حالة خاصة للفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة طيب أنت تقول إنها الأفعال الخمسة وهذه الضمائر ثلاثة ضمائر فقط فلماذا تقول الأفعال الخمسة والضمائر ثلاثة؟ أقول لك لأن ألف الاثنين لها حالتان للمخاطب والغائب وكذلك واو الجماعة لها حالتان للمخاطب والغائب أما ياء المخاطبة فليس لها إلا حالة واحد فألف الاثنين مثلا تقول للمخاطبين تقول تفهماني الدرسة تفهماني أو تفعلاني لو كان الحديث عن الاثنين غائبين نقول يفهماني فالأفعال الخمسة منها صورتان في المثنة للمخاطبين وللغائبين وكذلك مع واو الجماعة لها الأفعال الخمسة لها صورتان أيضا للمخاطبين تقول تفهمون وللغائبين تقول يفهمون كذلك الأفعال الخمسة مع واو الجماعة لها صورتان يبقى هذه أربع صور حتى الآن واحد اثنان ثلاث أربع والأفعال الخمسة لها صورة واحدة مع ياء المخاطبة المفردة المؤنثة تقول تفهمين الدرس يا هندو تفهمين الدرس فهذه خمس صور لثلاث ضمائر أو لثلاثة ضمائر فالألف الأثنين تقول للغائبين وللغائبين وللحاضرين وكذلك واو الجماعة للغائبين وللحاضرين وياء المخاطبة لها صورة واحدة للمخاطبة المفردة المؤنثة تقول لها تفهمين تذاكرين تجتهدين هذه حالة خاصة في اللغة العربية عندما تتصل الضمائر الثلاثة بالفعل المضارع وليس الفعل الماضي فهموا مثلا هذا لا يعد من الأفعال الخمسة فهموا مثلا دفع الماضي أو يفهموا فعل الأمر لا يعد من الأفعال الخمسة هذا ليس من الأفعال الخمسة وشرط أن تكون ألف الأثنين أو أو الجماعة أو ياء المخاطبة وليست نن النصوة مثلا تقول يفهم يفهم هذا ليس من الأفعال الخمسة لماذا؟ للتصالب من النصوة شرط أن يعد الكلمة أو تعد الكلمة شرطا أن تعد الكلمة من الأفعال الخمسة أن يكون الفعل مضارعا وليس ماضيا وليس وليس ماض وليس أمرا وليس ماض وليس أمرا هذا أمرا كذلك يشترط أن تكون الضمائر إما ألف الأثنين وإما أو الجماعة وإما المخاطبة فإن جاءت نن النصوة فهذا ليس من الأفعال الخمسة لأنه ليس من الضمائر التي تجعل حالة الفعل المضارع له حالة خاصة من الإعراب التي سنتعرف عليها الآن إن شاء الله تعالى فما هو إعراب الأفعال الخمسة هذه الأمثلة الخمسة يعني للتذكير هذه تسمى الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة أو الأمثلة الخمسة لا حرج في ذلك الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة لها حالة خاصة من الإعراب هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون لن يمر عليك شيء في اللغة العربية بهذه الصورة إلا الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة كقول الله تعالى والله بما تعملون بصير فهو تعملون فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مضارع مرفوع وعلامة رفعه هل الضمة لا وعلامة رفعه ثبوت النون حالة خاصة تجدوها في هذه الأمثلة الخمسة فقط وتنصب هذه الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة وتجزم بحذف النون تنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة وتجزم بحذف النون نيابة عن السكون فنقول في إعراب الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون واجتمع النصب والجزم في قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار انظر هنا إلى قوله تعالى فإن لم تفعلوا لم هنا أدات جزم أدات جزم لم هنا أدات نصب تفعلوا هنا فعل مضاعماله مجزوم وما علامة جزمه مجزوم بماذا وعلامة جزمه حذف النون لم يجزم بالسكون جزم بحذف النون كان الفعل أصله تفعلون عندما دخلت عليه لم الجازمة أصبح تفعلوا فإن لم تفعلون كذلك ولن تفعلوا لن أدات نصب للفعل المضارع وتفعلوا فعل مضارع ما له دخلت عليه أدات النصب منصوب وما علامة نصبه بحذف ماذا مجزوم علامة منصوب وعلامة نصبه حذف النون فموضع الشاهد هنا لم تفعلوا ولن تفعلوا والقاعدة العامة لها أن الفعل المضارع أو الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة هذه القاعدة تنصب وتجزم بحذف النون موسيقى